شهد مركز الوقف شمال محافظة قنة افتتاح سلسلة من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستفرحة كبيرة من المواطنين هذا وتواصل المبادرة أنشطتها لتقديم الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالفئات المستحقة واستحالة من الفرحة والترحيب الكبير من قبل المواطنين افتتحت سلسلة من مشروعات مبادرة حياة كريمة بشكل تجريبي بمركز الوقف شمال محافظة قنة وعلى همش احتفالات المحافظة بعيدها القومي تم إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمركزي طب الأسرة بقريتي المراشدة والقلمينة التابعتين لمركز الوقف والتي سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين نحن الحمد لله نشكر سيادة الرئيس على المجهدات العظيمة والمشاريع العملاقة التي اتعاملت في قرية المراشدة وكانت من ضمن القرى التي هي معدومة من جميع الخدمات قرية المراشدة عندي مرتاحة ومبسوطة به جدا جدا والمدارس والمشتشفة وجميع كل حاجة قدمنا حاجة حلوة وفي إطار الاهتمام بالتعليم افتتحت مدرسة المراشدة الثانوية على مساحة أكبر من 6000 متر مربع ليصبح إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمركز بلغ 12 مدرسة وعلى هامش الافتتاحات تفقد محافظ قنا مشروع تبطين طرعة بهيد ورصف الطريق الموازي لها بمركز الوقف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية مشروعات حياة كريمة بالنسبة لقارة الكلامينة أخرى قارة الكلامينة من الزلامة الدمسكة تعاش فيه إلى النور حياة كريمة في الكلامينة عملت كذا مشروعات في الكلامينة دخلت كذا قطاع قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع المياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع التعليم مشروعات البتين في قارة المراشدة من رصف ونت وغاز طبيعي ومركز خدمات زراعية ومركز تكنولوجي جميع المشروعات دي اللي بتتم في قرية المراش ده إحنا ما كناش نهلم بها ولا كانتها تتم في مئة سنة فإحنا بنشكر هذا الفضل يرجع لصحابه يرجع لفخامة الرئيس على الفتاعة السيسي الرئيس الجمهورية بارك الله فيه جزاوه كل خير وإحنا ما نقول لك يا رئيس ما شد من أزلك ومنوقف خلفك وإحنا معاك أيضا افتتح محافظ قناء التشغيل التقريبية لكبر جزيرة الحمودي بمركز الوقف الذي تم إنشاؤه ضمن مبادرة حياة كريمة وتواصل مؤسسة حياة كريمة عطاءها دون انقطاعا في أنحاء المعمورة لتظل المبادرة الرئاسية هي الأفضل في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية